هل يجوز للمرأة البيع أثناء صلاة الجمعة؟ يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة لكونها غير ملزمة بالسعي إليها شريطة أن يكون المشتري منها أو البائع لها ممن لا تلزمه الجمعة كالمرأة والصبي والمسافر قال ابن قدامة رحمه الله وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حقهم وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب حرم في حق المخاطب وكره في حق غيره لما فيه من الإعانة على الإثم ويحتمل أن يحرم أيضا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وما ذكره ابن قدامة رحمه الله من احتمالية التحريم فيما إذا حصل تبايع من شخصين أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه قول قوي لظاهر الآية التي ذكرها وهو مذهب كثير من أهل العلم رحمه الله وجاء في الموسوعة الفقهية أما لو وجبت الجمعة على أحدهما دون الآخر فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية أنهما يأثمان جميعا لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه والله أعلم